ناحية تانية يا مرهون زي ما اتكلمنا على الرباع الهجومي ده كان فيه دور مهم جدا لحمدي فتحي النهاردة دور جديد يعني حمدي فتحي كان حركته دائما للخلف مع الاتنين مساكين النهاردة حركته كانت لقى قدام مع المهاجمين يعني شوفنا حمدي فتحي في الكرة بتاعة حسين الشحاياة اللي جاد في القايم اللي عمل لأسست الحسين الشحاياة من جوه منطقة الجزاء كان حمدي فتحي كان هو اللي جاد جوه منطقة الجزاء فحمدي فتحي مع أليو ديانجي كمان كاليوم أدوار هجومية كبيرة النهاردة وده فرق مع النادي الأهلي رغم أننا كثيرا كنا ننتكت فكرة سنائية حمدي فتحي وأليو ديانجي الاتنين لهم أدوار دفاعية أكبر منها هجوميا لكن النهاردة عملوا كمان زيادة وجود حمدي فتحي يا كريم في فكرة الأربعة اتنين 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 زي ما دكتور جمال شرحها بتبقى مفيدة لحمدي هجوميا أكتر لأن وجود اتنين بيدخولوا في حمق الملعب بيديلي أريحية اللي أنا أنزل واستلم من الاتنين سنتر باكات وجود ديانجي أنه هو قوي بدنيا بيديني أريحية دكتور جمال أنه أنا أعرف أنه سلم في الناحية الهجومية واطلع قدامه وأنا مش قلقان على ظهري وجود برضه أرجع قوة حمدي النهاردة لياسر إبراهيم ياسر إبراهيم النهاردة يعني طبعا كله هيروح أربعة سفر وجودة الهجوم وبرسي وشريك ياسر إبراهيم في وجهة نظري دايما صمام أمان في الناحية الدفاعية بالنسبة لحمدي دايما اللي هي بنمرة 6 بيبقى متطمن لما يبقى معاه سنتر باك مطمنه شوي فهو حمدي فتحي بقى ورقة ربحة لمسيماني وزي ما اتكلمنا كتير هو عمزة قطعة الشطرنج اللي بتقدر تتحرك في كل أجزاء الملعب سواء مثلا بيتحرك هنا وينزل وتقلب مثلا تلاتة زي ما حصل في ماتش الرجاء في المغرب وبتلعب بخمسة سواء بيتحرك هنا إذا قررت ان انت هتلعب بتلاتة في نص الملعب ويبقى هو التالت نمرة 6 ساعة بينزل يبقى تاني بس في نص الملعب فان انت يبقى عندك لعيب في نص الملعب قادر يعمل لك دور الستة ودور السنتر باك التالت ودور اللعيب التمانية اللي بيعمل التحركات الهجومية ده مكسب كبير وبيعوض غياب عمر السلاء لان كان فيه تخاوفات كبيرة من غياب عمر السلاء الزبط ففكرة ان حمدي فتحي بيخرجني بالكورة بكلين باصل مش بنفس جودة عمر السلاء ولكن بيخرجني من التالت الأخير بصورة واضحة جدا وبصورة فيها استراتيجية وبلان النهاردة فوز الأهلي تحت مسمى استراتيجية من موسيماني قبل كده مكنتش بشوف خطة أو استراتيجية للضغط ما كنتش بشوف استراتيجية لبناء اللعب أو البلدوب النهاردة واضح ان كل فيز أو كل مرحلة من مراحل اللعب متقال فيها حاجة في المحضر نتكلمت نقطة مهمة كده كمان موضوع الضغط نهاردة عمل الضغط بشكل كويس والضغط بشكل كويس ده معناه انه يبقى ضغط حقيقي على كل اللعيبة اللي هتاخد الكورة مش ضغط سلبي في المباراة الماضية يا جمال كنت بشوف انه لعيبت نادي الأهلي صحيح قريبة من الكورة بس ما بتضغطش الضغط سليم جماعيا ضغط جماعي يعني نقطتين كمان يعني اولا انت النهاردة النقطة اللي انت بتتكلم فيها انه الفاعلية في الضغط نقطة مهمة جدا لكن ساعدهم فيها ايبقى نقطة تانية مهمة جدا قفل زواية التمرير انت كنت بترحل المدافع كان بيرحل وهروح لياسر وارجع تاني للضغط ياسر إبراهيم لما تتفرج عليه في الملعب وتعرف المدافع مركز وهو إنجيم ولا لأ تحركاته قبل ما الكورة تقرب بينه قبل ما الكورة تروح مجرد ما يشعر ان الاتجاه رايح انا بأنتيسيبيتنا رايح فين او ايب بأخر نفسي او ايب برحل او ايب بدي الاسباس عشان انا عارف ان الفيرود اللي أنا معاه اسرع مني فانعايز ادي اسباس عشان انا عارف الحقه الترحيل المان لما كان بيعمل الماركينج لما كان بيعمله كان بيسلم دايما رب عياد كان بيسلمه دايما لأيمن أشرف او يرجع هو يستلمه منه فعشان كده النقطة اللي بتاعت الضغط وقفل زوايا التمرير بدأت من الخط الخلفي وكان دور ديانجو حمدي فاتحي اجمالا عظيم جدا جدا في ده اسألكم تروتنا على بيرسي تاو علامات استفهام وتعجب وكل العلامات اللي في اللغة العربية تحطها جنب بيرسي تاو مستوى بصراحة شديدة وبوضوح شديد هذه الفترة المضاية وإضاءة سهلة للفرص السهلة ومستوى غريب لبيرسي تاو لدرجة الناس سألت هو زي اللاعب في الدول الإنجليزة زي اللاعب ده اللي كنا شايفينه مع منتخب جنوب أفريقيا اليوم بيرسي تاو ظهر بوجه رائع هو الفكرة هل بيرسي تاو عنده كوالتي عنده كوالتي طب هو كان ايه مشكلته مشكلته انه هو حاسس انه هو لفل بتاعه أعلى شوية من نادي الأهلي واضح انه هو حد اتكلم معاه وقال له يعني النادي الأهلي في النهاية هو اللي جابك وهو يعني بيلمعك للفترة الجاية فواضح انه هو بيرسي تاو بيع عنده دوافع جديد هو بيرسي تاو اعتقد اثر نفسيا جدا بخرجه من كاس عالم أندية ومن كاس عالم أندية بعد إصابته هو ملعبش ولا ماتش كاس مع نادي الأهلي لكن واضح انه هو دلوقتي بيع عنده تموح أنا بيع لعب سيمي فاينل شامبينز ليج أفريقي المدرب على طول معتمد علي على طول بيدعمني أنا لازم أدي كل حاجة للنادي الرجل على طول بيتسو بيحطني أساسي حتى لو أنا مش في مستوية وعلى بعض خطوة واحدة بس انه نروح كاس عالم أندية تاني فهو دي خطوة اللي أنا محتاجة فهو طلع إمكانيات اللي عنده في المدرب